انواع الكاميرات متقطعة في عندنا نوع كي اول حاجة مسلا هو بنسميه ومبارا عن الكاميرات سيمبل وفي نفس الوقت عمودية على بعض طيب سيه مسلا عندنا شبكة من الكاميرات زي اللي احنا شايفينا الكاميرات الكاميرات الوحدة ريستد على ايه زي ما قلنا ريستد على الكاميرات الخارجية ايه مع صح على الكاميرا ايضا وكاميرا شمال يبقى الكاميرا نفسها تعتبر ايه طبعا تعتبر كاميرا سيمبل طيب وقبالك الكاميرا دلوقتي ريستد على الكاميرا الخارجية الكاميرا الخارجية اكيد التي بتاعتها ما تقلش عن التي بتاعة الكاميرات penel لان هي اللي شايلها وفي نفس الوقت زي ما اتفقنا قلنا ممكن كمان نحط لها اعمدة في الوسط كل بحيس ان الاستفنس بتاعتها تزيد اكدر طيب لو احنا مسلا في عندنا نوع تاني او بالمناسبة simple panel beams زي ما اتفقنا عملنا شبكة من الكاميرات فإيه اللي حصل قلنا اللود لما ينزل هيتوزع في كل الاتجاهات فبالتالي deflection هيقل فبالتالي المومنت يقل عشان كده هتلاقي لما نيجي نصمم simple panel beams بعد ما بنحسب البن المومنت بتاع الكاميرا simple بنضرب المومنت نفسه في reduction factor يعني مع صح قيمة او factor يقلل المومنت شوية ليه زي ما قلنا عشان deflection قريدي يقل شوية فالبن المومنت هيقل شوية طيب ده اول حاجة ان شاء الله وده اللي هندرسه ان شاء الله في الفايل بتاعنا طيب حاجة تانية في عندنا نوع تاني مسمي continuous panel beams ساعات في المساحات الكبيرة اوي اوي او المساحات اللي الطول الكبير بتاعها اكبر بكتير من الطول الصغير فاكن قلنا ان ال ال اكبر من ال ال شرطة اكبر من كام اربعة لثلاثة ممكن لما نيجي نحط شبكة نلاقي ساعاتها ان السيفتنس الكاميرات القسيرة اطول بكتير جدا من السيفتنس الكاميرات الطويلة فبالتالي مش هتشتغل شبكة فساعاتها ممكن نضطر نعمل ايه نحط الكاميرا في النص او جيردل في النص كاميرات ما تاقي لا اوي حيث ان احنا للوقتي اصمنا لما دي لشبكتين من كاميرات ساعات ساحات اللي اي咬เ PG청 في المساحة الشبكة نحيا دي وشبكة من ناحيا دي طب لو جينا باصلنا على واحدة دلوقتي دي حاليا على ايه من شاء الله علي ايه اول حاجة على الكاميرات الخارجية زي ما اتفقنا تاني حاجة كمان في النص على ال جيردل في النص يعني اصح الكاميرا في المثال ده تعتبر كاميرا كونتينيوس تو سبانز. طيب مبدئيا كده. الكاميرا كونتينيوس تو سبانز دي زي ما تفاني هي من شاء الله الاول على الكاميرات الخارجية. طب انا الكاميرا خارجية ممكن نحط لها اعمدة في النص. طب ومن شاء الله كمان على الجردل في الوسط. طب عشان اضمن ان الجردل في النص ده هو اللي شايل. طبعا لازم بتاعته تبقى اعلي بكتير من الكاميرا عشان كده غير ان اللي بتاعته مفروض الاتجاه الاصغر. تاني حاجة زي ما تفاني بنكبر الاي قوي بنكبر الابعاب بتاعت القطاع قوي بتاع الجردل ده عشان الاي تزيد. طيب النوع بتاع كونتينيوس بانل بيمز احنا مش هنقدر مانيولي كده بالحسابات بالورقة والقلم يعني نحسب بتاع المومن بكامل. فعشان كده ده لازم لما يتحل يتحل عندنا على الكمبيوتر. فعشان كده بصراحة مش هن يعني الاخر مش هندرس النوع ده في الفايل بتاعنا دلقتي. طيب في عندنا النوع التالي بنسميه سكيو بانل بيمز. سكيو بانل بيمز عبارة عن كاميرات متخطعة. غالبا عمودية على بعض لكن مش عمودية على الكاميرات الخارجية. طيب لما تيجي تلاحظ كده هتلاقي ايه? ان في كاميرات طويلة جدا وكاميرات تانية وسيارة. لما ده معناه كده ان هبقى فيه فرق في السيفنس. طيب عشان ما نخليش فيه فرق في السيفنس احنا ممكن نعمل ايه? نيجي عند الكاميرات اللي طولها كبير قوي قوي. يعني الاية بتاعتها كبيرة. نتقبر الاي بتاعاتها عن طريقة نحنا نتقبر الابعاد. ونيجي عند الكاميرات الصغيرة اللي هي الاية بتاعاتها صغيرة نصغر الكاميرات بتاعتها يعني نصغر الابعاد. وعشان تخلي السيفنس اقر prioritize. وده حاجة نظرية مش عملية خالص. يعني عمليا لما بنعمل سكيو بانل بيمز زاد بنحط الابعاد للكامرات الطويلة والقسيرة زي بعض. بس ده كده معناه ان هيبقى الكامرات دي هم فيهم شايل ومتشال. فشكل الشبكة نفسه اطلعه بقى شوية. فهتكتشف ساعتها برضو ان مش هنعرف نحسبه كده بالوارع والقلم. فنضطر برضو نحل على الكمبيوتر. طيب فيه عندنا في المساحات الكبيرة قوي قوي. بدلا ما نعمل عندنا شبكة من الكامرات. ممكن نعمل شبكة من الفريمات. حسنا نسميها في الاسبنات الكبيرة قوي اللي هي ممكن توصل لحد تلاتين متر في تلاتين متر. ممكن نحط كامرات بالطول وفريمات بالعرب. حسنا نعمل تبقى شبكة من الفريمات. دي برضو احنا مش هندرسها في الملف بتاعنا ده لان برضو بتاعها. اوكي لازم تحسب عن طريق الكمبيوتر. يبقى اللي هيتدرس ان شاء الله. اللي هيتدرس ان شاء الله في الفايل ده. اللي هي كامرات سيمبل وبربينديكولر زي ما قلنا. وبرعا كامرات سيمبل وفي نفس الوقت عموديها على بعضها. طيب هتكتشف في المسال بتاعنا ده ان شبكة الكامرات بتتكون من كامرات طولها L وكامرات تانية ايه طولها L. طب ايه اللي هنحتاج نصممه في الملف بتاعنا دوت. فاكي نقول انا الكامرات دي هبقى فيه بينهم بلاطات صغيرة بنسمي مساحتها A F B. اوكي وتبقى غالبا البراطات الصغيرة غالبا لكن ممكن طبعا الابعاد لو زادت تبقى ايه تبقى ايه تبقى فاحنا هنحتاج في الملف بتاعنا نصمم مبدئيا كده البلاطات الصغيرة ونحتاج كمان نصمم الكامرات اللي طولها L short واللي طولها L نحكتاج كمان نصمم الكامرات الخارجية اللي هي تبقى شائلة الشبكة كلها. بس قبل ما نبتدي التصميم الكلام دوت فيه ملحوظة لازم ناكد عليها. ايه هي الكامرات اللي هي موجودة في قصة الشبكة دي كامرات سيمبل في الاول في الاخر بس. وانا اللي انا عندي تقاطحها مع الكامرات اللي تانية ما فيها الشائلة ومتشال. لكن شريحة البلاطة لمانين ناخد شريحة للبلاطة ش detects شريحة البلاطة نفسها تبقى متشالها في المسال ده على كام كاميرا على اربع كاميرات يعني شريحة البلاطة نفسها كنتينيوس في اخو بولك الكاميرا لكن شريحة البلاطة تبقي كنتينيوس يعني البلاطة نفسها تتسلح. حديث صوف LoveLE clarity تطولي.